رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير حلقة النهاردة الحقيقة حلقة من حلقاتي اللذيذة جداً ليه؟ لأن احنا بنتكلم فيها عن تربية الحيوانات الأليفة مع الحمل والحقيقة في السنوات الأخيرة زادت قوي نسبة الأسر أو السيدات اللي بيعندهم في البيت حيوانات أليفة سواء كلاب سواء قطط سواء عصفير يعني دول أكثر ثلاثة طبعاً السيدات أو الأسر بتربيهم في بيوتهم أو في الحديقة اللي عندهم أو في المنزل بتاعهم ودايماً بنتسئل السؤال التخليلي أو الشهير جداً أنا عندي قطة أنا عندي كلب أعمل إيه؟ مع الحملة أمشيهم؟ أعادهم؟ أتعامل معهم إزاي؟ ويبقى فيه كونسيرن شديد جداً من الأسر وبالذات الزوب بيعايز يمشي غالباً هو اللي بيعايز يمشي الحيوان الأليف من البيت عشان خايف على البيبي من أو الجنين من الحيوان ده طيب هو أولاً نوحاك مربية حيوان في البيت أليف حجمه كبير مثل طبعاً فينا تتربيع الكلاب كبير أو الكلاب دي بقى متعودة أنها مثلاً تنط على بطن الجامد جداً أو بتهذر معاك بعنف شوية لازم قبل ما أو متعرف أنك حاملت ده يتدربي لك الحيوان ده بزارة الكلاب يعني إن هي ما تعملش كدر إن ممكن خبطة جمدة من الكلب أو حاجة في بطنك أو هو تعاولين أنت بنام على مثلاً على الكنبة والكلب يروح طالع وطالع فوق بطنك ده ما ينفعش في الحملة فلازم ناخد بالنا جداً من كده ما يكونش فيه تعامل بهزار تقيل شوية من الحيوانات بزارة الكبيرة زي الكلاب مع حضرتك وانتي حامل الحاجة الثانية الكلب أو القطة يكونوا متعامين كويس نبقى إحنا عارفين إن هم متعامين كويس واخدين تطعيماتهم كلها وما عندهمش أي أمراض ممكن تتنقلك وده عن طريق دكتور البطري بتاعهم اللي هو بيتابعهم فده مهم جداً الحيوان الأليف يكونوا خطة طعيم الحاجة الثالثة بزار في القطة بقى لأن القطة بتنزل الشارع ساعات مرض توكسوفلازموزز أو هو بنسموه مرض القطة ده بيجي أكتر من اللحمة النية وأكل اللي هو مش مستوي كويس وده القطة اللي بتربية في البيت غريباً بيحصلهاش كده ولكن من تنزل الشارع ممكن تكون بتاكل لحمة نية وتنقل لها المايكروب ده أو الفيروس ده اللي هو توكسوفلازموزز أو إحنا معروف باسم مرض القطة يعني فلو إنتي عندك قطة يفضل القطة دي ما تكونش بتنزل الشارع متاخترضش بالقطة بتاعة الشارع متأكلش من أكل الشارع عاكلها إنتي بتأكلها أكل كويس مفهوش حاجات نية مفهوش لحوم مش مستوية أو نفسه سوى وده مهم جداً تاني حاجة ساعة التعامل بقى مع فضلات الحيوان ده دي أهم حاجة سواء أنا مكلم مع القطة أو الكلاب أو العصفير انتي يفضل بشي انت تشيل الفضلات بتاعتهم تبعدي خالص عن الفضلات بتاعتهم لو هم مثلاً في جنينة وبيعملوا الطريب بتاعه في جنينة ملكيش دعو به خالص هيبقى تعاملك بس مع الحيوان في البيت إنما حد غيرك هيقوم بمهمة إن هو التنظيف والحاجات دي كلها عشان ما ينتقلش إن الفيروس ده بينتقل أكثر حاجة اللي هو توكسبازموزيز بينتقل أكثر حاجة عن طريق الفضلات أو البراز بتاع القطة والكلام إذن ما فيش مشكلة ما هيك تحتفزي سواء بقطة أو بكلب أو بعصفير عندك في البيت ترمى هم بالطعمين كويس ما عندهمش أمراض حد غيرك هيبدأ يتعامل مع الفضلات بتاعتهم بعيدة عن حضرتك خالص ما يكيش علاقة فضلاتهم خالص إذا مرضوا أو حاجة هنبعدهم تماماً في الوقت اللي حضرك حامل فيه زي ما قلنا الحيوانات الكبيرة حجماً شوية يبقى الهزار واللعب والحاجات دي بعيدة عن منطقة البطن وكل الكلاب بتقدر إن إحنا مع تدريب أهم أذكية جداً نقدر إن إحنا نفهم إن ده غلط وما ينفعش علشان ما يبقاش فيه خطة كده ولا كده على بطنك إذا نحن طمننا أعتقد السيدات والأسر كتير قوي إن في معظم الحالات مش هنحتاج إن إحنا لنبعد الكلب ولا نبعد القطة ولا نمشيهم لأن معظم اللي أنا قلته ده بينطبق على معظم الحيوانات الأليفة اللي إحنا بنربيها تربية الحيوانات هواية لطيفة جداً ويعني من حاجات اللي بتوضيف بهجة ومرح دايماً في البيت وغالباً البيت بتاعك لما إن شاء الله يتولد هيبقى سعيد جداً لما يكون فيه في البيت سواء كلبة أو قطة بيلعبوا معهم وبيكون جو مرح وجو لطيف في البيت طمنناكم وعرفناكم إيه اللي تنفوت تعملوه مع أي حيوان أليف عندكم في البيت فما تقلقوش واتبعوا التعليمات وربنا يعدي الحملة على خير إن شاء الله وتحتفظوا بالحيوان تأليفة بتاعتكم من غير أي مشاكل شكراً وإلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة